السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعار الهندية أو الزعبول تسجل ارتفاعا صاروخيا بشكل غير مسبوق ارتفعت أسعار تين شوكي الذي يعرف عند المغاربة بالهندية أو الزعبول حيث أصبح سعر الواحدة منها يتراوح بين 3 و 4 دراهم بعدما كانت الفاكهة المفضلة لجميع الأسر المغربية كيفما كان مستوهم الاجتماعي والاقتصادي وأشار باعة الهندية إلى أن ارتفاع أسعارها يعود إلى أضرار التي تسببت فيها الحشرات القرمزية في محاصيل الفاكهة خلال السنوات الماضية ومن جهة أخرى فالفاكهة تستخدم بشكل متزايد في منتجات التجميل التي تحظى بإقبال كبير من النساء وهذا يزيد من الطلب عليها ويؤدي إلى ارتفاع أسعارها بالتالي أصبحت فاكهة التين الشوكي غير متحة بسهولة للفئات المخفضة الدخل التي تأثرت بارتفاع التكاليف وذلك رغم كونها كانت متحة للجميع في الماضي بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي وذكر البائعون أن أسعار فاكهة التين الشوكي أصبحت غير مقبولة تماما نظرا لارتفاعها إلى مستويات قياسية لم يسبق لها مثيل في المغرب وأشار إلى أن الفاكهة أصبحت نادرة في الأسواق وأصبح الفرد يكتفي بشراء حبتين إلى ثلاث حبت فقط بسبب الأسعار المرتفعة وأكد المزارعون أن فاكهة التين الشوكي كانت تكون متاحة بأسعار رمزية في معظم مناطق المملكة ولكن الوضع تغير تماما وأصبحت الفاكهة تباع بأسعار باهدة في الأسواق خاصة على الشواطئ في فصل الصيف وقال أحد الفلاحين أن فاكهة التين الشوكي أصبحت تستخدم في الأوين الآخرة لأغراض تجميلية وعلاجية مما دفع بعض المنتجين لتصديرها إلى الخارج حيث تكون عائدتهم أفضل من تسويقها في السوق المحلي هنا وصلت لنهاية الفيديو وكانت معكم قناة فاتي تشاني الفيدلون وليس أمرا لايك واشتراك وتفعيل جرس فشوصلكم دائما الجديد مع السلام موسيقى